اتكلم بواقع وقلت من المقدمة مالتي انا ان هذا واقع لازم اليوم نتكلم فيه وهذا امر موجود اليوم لازم الاخوان في الطيران المدني يعطون الخطة واضحة جدا ما الى الان خطة واضحة في الطيران المدني ما شف له مع خالص احترامي حق الاخوان في الطيران المدني وكل التقدير لهم وتواصلكم وشكركم وقواكم الله ولكن الى الان الناس تتسائل قلت انا امس ان هناك خبر طلع ان المرحلة الاولى في التشغيل راح تكون موت التجارية البعض قال وانا ايضا استفسرت من بعض الاخوان من الطيران المدني وقالوا ان هذي مقترحات يا اخوان احنا اليوم قاعد نتكلم بتاريخ 13 اذا بتتكلم على المرحلة القادمة يعني قاعد تتكلم حزب الحسبة وانت الثلاث اسابيع يعني قاعد تتكلم تاريخ واحد وعشرين ستة يعني قاعد تتكلم على ثمنت ايام بالضبط بالتمام والكمال هذي الثمنت ايام الى الان ما طلعت خطة واضحة ما يصير يا جماعة ما يصير ما يصير احنا اليوم الى الان ما احنا عارفين هل الطيران راح يفتح هل المطارات راح تفتح هل راح يكون في توجه والله انك تسافر وترجع هل السفرة انا اتمنى منكم يا اخوان وايضا اليوم في شيء مهم جدا لازم تعرفونه مو بس فقط الناس تبيتسافر اكو ناس وايد من الكويتين عندهم شغل برة عندهم شغل برة فاليوم عشان هذا الشغل يبيروح يخلص شغله فاليوم لازم يكون في توجه واضح ايضا في جانب ثاني وعندي فويس راح سمعكم اياه كثير من الاخوان اللي تواصلوا معاي اللي متواجدين في الكويت هم موجودين في الكويت اقاماتهم والد الكويت عايشين في الكويت شغلهم في الكويت عوائل ما اتكلم عزاب اتكلم على العوائل على العوائل عوائلهم موجودة في الكويت دنيتهم سافروا الاجازة ماراة 25 فبراير وتعلقوا برة ومنهم جزء كبير كان مسافر مهمة عمل سين هذول الناس محتاجين اليوم ان نحط تاريخ معين يا جماعة ترى راح نفتح الطيران للعودة الى الكويت بهالي التواريخ مثل ما كان فيه جدول واضح مثل ما كان فيه جدول واضح ان هذه المنصة موجودة حق هذا الامر والاخوان اللي لهم اقارب كويتيين سواء كان ام اب اخ يرجعون حسب المنصة الفلانية وهذا موضوع انتهنا منه كلام جيد وجميل الان الناس اللي قاعدة برا الكويت وهذه اليوم شغلها كله اكو ناس سيايرها شغلها امورها اقاماتها عيالها مدارات عقاراتهم تجارات وايد اكو ناس يعني انا كلموني الاخوان وحقيقة تحية حق المتابعين الاخوان من اه المملكة الاردينية الهاشمية مشكورين عندي كشف دزول يا الاخوان العدد اللي موجود وانا اتكلم على عدد ناس موجودة بعوائل يعني العوائل هني ورب الاسرة برا كان رايح اجازة 25 او كان رايح عنده مهمة عمل برا منهم اللي فيه بنوك منهم اللي فيه شركات استثمارية منهم اللي فيه شركات عقارية منهم اللي اصحاب بزنس منهم اللي هما تجارة عندهم اصحاب عقار هني يا صوب العدد اللي قاعد اتكلم عليه مو يوم واحد اثنين قاعد اتكلم على كشف موجود بالارقام وبالعدد ما يقارب ثلاث امية وثلاثة وتسعين شخص هذا فقط انا قاعد اتكلم من جالي الاردنية فقط اليوم الجماعي يقولك احنا تحت الاوامر وحقيقة احييكم كثير من الاخوان تواصلوا معاي وكلموني واشكرهم والكثير منهم قال لي يا صالح احنا تحت الامر بس احنا نبين عرف احنا اليوم متى وقتنا اليوم باتشر تاريخ راح نرجع لكويت علينا حضر ما علينا حضر يعني هذه الالية نحتاجها وايضا كثير من الاخوان من الجنسيات الاخرى كلموني فانا اليوم اتكلم صورة عامة لابد هناك خطة قلت ان احنا اليوم لا يمكن راح نسكر البلد اليوم اكو مجموعة من الكويتيين بيسافرون عندهم شغل برة ويابون يرجعون اعطونا الخطة شلون الناس اللي اعطوهم اهالهم عيالهم دنيتهم عوائلهم امورهم شنو الحل بياهم اعطونا الخطة يا جماعة ترى والله يا اخوان المرحلة الثانية شذيه المرحلة الثالثة راح تكون شذيه يا اخوان اللي عنده اهل في الكويت وعنده اقامة اه صار لعشر سنوات راح يرجع تاريخ الفلاني اللي صار لسنتين ما راح نرجع الحين اللي ججمل الناس تفهم وتمشي على الموضوع انا كثير من الاخوان يمكن الاخوان من سوريا كلموني الاخوان من مصر كلموني الاردن يمكن رسائل كثيرة من الاخوان اه في الاردن وانا اختزل هذا الموضوع كله فويس هذا الشخص كلمني هم مجموعة كبيرة اللي كلموني ولكن انا عشان لا ااخذ واحد واحد وقالوا لي ما في داعي عندش مداخلات احنا اليوم نوصل الصوت ونتكلف في هذا الموضوع اطمال فويس احمد لاحد الاخوان اللي كلمنا اليوم وتواصل معانا وهو يمكن يمثل شريحة كبيرة من الناس اللي عايشين برا وعندي واحد ثاني ايضا موظف ومسؤول في البنك بالكويت راح مهمة حق فرق ثاني بنكي كويتي صارت ازمة كورونا اطمال فويس السلام عليكم سيد صالح اصعد الله مسائك انا اسمي محمد مسعود اردن الجنسية ومقيم في دولة الكويت انا موليد الكويت وعشت طول عمري وانا بحمل منصب قيادي في احدى المصارف الكويتية كان عندي بس استفسار انا طبعا منتابع برنامجك الرائع واسلوبك الرائع مساعدتك الرائع وطرحك الرائع واحنا يعني نتمنى من حضرتك بس في عنا مشكلة للنسبة للوافدين اللي عالقين في الخارج ما بعرف مدى امكانية طرح هذا الموضوع امتى رجعتهم لهذا ما منقدر نعرف امتى الرجعة هي المشكلة سيد صالح انه لنا اسر اولادنا زوجاتنا اه ببدكويت احنا المعيدين لقلهم اه طبعا كل شي ببدكويت لقلنا سياراتنا كل شي شغلنا حياتنا كلها ببدكويت احنا طبعا في اه ظروف لكثير ناس نزلت ما نزلت يعني فقط لموضوع السياحة يعني انا شخصيا كنت نازل عشان موضوع والدتي كانت تعبانة وتوفاها الله اه انا ابنها الوحيد كان لازم اكون معها وعلقت في الاردن اه اه بتمنى من حضراتكم اذا اذا في مجال تطرحوا الموضوع هذا في قناتكم او او تعلمون اذا في اي اخبار انا انا الكويت اه بحبها وطني انا 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 ولد فيها انا اعتبر اه 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 كويت جاعد يقوله كلام جميل وطيب ومشكول يا محمد ورايتك بيضة والفويس جميل جدا ومؤدب ومحترم ويعني بداية انا يعني نيابة عن الفريق اقولك رحمة اه الله يرحم والدتك والله يطغنك ان شاء الله على اهلك في الكويت وهذا فويس يتكلم عن قلتلك عندي كشف موجودة الان من الاخوان فقط من الاردن كشف بالاسماء وبرقام التليفونات ثلاث امية واثنينة او ثلاثة وتسعين شخص بالاسماء كلهم اهلهم وزوجاتهم موجودين في الكويت وبالنهاية احنا اليوم هذي اسر لابد اليوم يبي يرجع يبي يعرف هذا فانا اللي اطلبه اهمة الاخوان في الاردن والاخوان اللي اه لهم عوائل موجودين من سوريا اخواننا اه من لبنان اخواننا من اه مصر جميع الجنسيات احنا كلنا واحد اليوم وكلنا اليوم ننعم بهذا اه البلد اليوم هذي الناس فقط تبي الخطة انا هذا الطلب اللي انا اطلبه من الاخوان في الطيران المدنيين اعطونا خطة واضحة عشان العالم اترتب اه امورها متى العودة متى السوال فدل ولا تنسون داشتين في امتحانات وداشتين مد مدارس واجارات وعودة حياة والامور انا اتمنى من الاخوان في الطيران مدني يحطون الخطة كاملة الكويت اللي عنده شغل بيسافر سياحة بيروح يبقى التاريخ الفلاني طيران مفتوح يلا عشان حتى مكاتب السفر تشتغل تبدى يعني تبدي تحجز تبدي تسوي امورها يبدي انا اليوم بروح مثلا تركيا اسوي سيرج شنو تركيا فيها حجز ما فيها حجز فيها هالامور فيها حجر منزلي فيها هالامور اردتب انا اموري ايضا الاخوان اذا بيوم من برة عندهم حجر ما عندهم حجر يعرفون شنو الموضوع البعض منهم قال لي يا صالح اذا الموضوع ما في عودة عشان البعض يقول لك والله انا خلاص احاول نقدم استقالاتنا شنو نسوي مع الشركة يعني هناك ناس معلقة في هذا الامر اتمنى ان يطلع قرار ورسالة واضحة وشكرا لكل من تواصل معنا اعطونا الفاصل موسيقى موسيقى